أنت في فترة من الفترات لما هل أجبرت على الاعتزال ولا أنت شفت أن أنا لحد كده خلاص بشهادة تاني وفي نفس الوقت أنت أخدت قرارك أيهما أنت فضلت لا هو أنا كنت كابتن لحدك اللحظة محافظة على نفسك أسوي ممكن تلعب سنتين ثلاثة كراما ممكن نلعب أنا رجحت من كاس أمم أفريقيا السنغال مع الملتقى ب92 إزاي رجع من 92 كان عندي كنت حافظة نفسك ومحافظة نفسك ومحافظة نفسك ومحافظة نفسك كوي لما دي إحنا عارفين طول عمرك كده ماشا الله وعرض في النادي الأهلي والمنتخب لكن على رغبة الكابتن الصالح والجهاز والني أنا أبطل عشان مستحى خلاص كرامت أن أبطل لك أنا كان عندي أنا ممكن نلعب طب أنت ما فكرتش أنت تلعب في أي نادي تاني وقلت لا عاوز أختم في النادي اللي هو ليه بفضلة علي اتعرض علي اتعرض علي في السعودية إكرامي الي اتصل بيا كان مدربي إكرامي إتعforder الحد جادة إكرامي اتشغل في السعودية إكرامي legally إكرامي لا إكرامي إكرامي كان في الوحدة أيوة اتصل بيا قال المدربي الفرنسي وعزك أنت بالإسم اللي يعني يعني بعد النادي الأهلي هروح شكرا احزلت يا كابتن ما علش ما فيه سحب جدا يا كابتن بعد النادي الأهلي هروح فيه بعد النادي طيب انت بعد ما النادي الأهلي خد القرار كنتين توتاهرى بوزيت وكان محمود صالح وعلاق ما يهو خطرة ده كان مفاجأة بالنسبة لك؟ مفاجأة طبعا مفاجأة اه انا اول ما ما تكلمش مع حدي فيهم انا كلمت الكابتن صالح اه تلفون ما قاله اعمادي اليماني الله رحمه عاوزنا طلبني قال لي الكابتن الصالح عاوزكم بكرة اه كنت مش عارفها دي انا ماتش وجينا من كان في خارج يعني او مش عارف كان ايه اه تلفون ارضي لقيت الكابتن اعمادي شخصية جميلة جدا 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 كان لي عملنا كاولاده كله بصراحة يعني بصراحة قال لي يا ربيعني عاوزك ايه تعالي عشان عاوزك في زماية فيه الناس ليك الناس معاك هيجوا عشان عاوزهم طوله خلاص ايك بتاجي لحدك بك فطبعا فجيت كمين المدار بساعتها؟ كان كابتن انور السلامة كابتن انور السلامة انور السلامة وكابتن صالح وسلم دي الكورة كابتن ريسيليم دي الكورة هل مدير الكورة ومدير الفني ومدير الاداري هم بل بحطوا تقارير للإدارة ويقولوا ان احنا اللعبة دي كفاية كده ولا انت كنت شايف ان الناد لها اللي بيعمل تيم جديد ودي سنة الحياة اه هو ده هو هو تيم جديد وفي نفس الوقت كابتن انور اللي كابتن صالح انا عاوز اعمل تيم جديد استابلت الخبر بتاع كابتن صالح وانت اقهد معا لا انا زعلت وزعلت وعدت انا اتكلمت شواما كتير مع كابتن صالح وكابتار وانا اتكلمت كتير يعني انا اساسي لحد داخل اللحظة مينفعش بالشكل ده ودي برضو من القرارات يعني اللي برضو ايه يعني مش لكن في النهاية لما خرجت وكابتن صالح وطوله يا كابتن قال لي خلاص يا ربي انت ممكن تيجي وندي مساحة للمدير الفني قيمك وطوله مينفعش بعد السن ده وبعدين لو جيت كان هما مشوا بقى التلاتة العيب قلت له التلاتة يعني اللي يسر عليها التلاتة قال لا انت بالذات عشان انت جاهز وكويس وموجود وتقدر قلت له خلاص يا كابتن انت زم بتال ايه رحت في الرجلين اه فانا احترمتك هرام طيب وانت في لحظتها والغضب بتاعك لو ما فكرتش انك تروحت اقولت لا دي انا لازم هلعب اشان اوريوم ان انا وليسة واقف على الرجلين اروح في حتاني اروح فينا كابتن بقى لالي اوريوم ما ينفحش اهنا انا يعني كان الستاذ الله يرحمه اه اه الاهرام تعال الاهرام ابراهيم حجازي اه طلبني قال لي تعالي عاوزك اروح تولي المكتب فعلا وقعدت معاه قال يا ربيع يا ابنين انت عارفوا النادي الاهلي وقتوله خلاص مش راح ينال النادي الاهلي خلاص واعلنت اعتزالي وتعمل لي ماتش وقعدت مع كابتن حسن وعمل لي ماتش ونظم لي خلاص وخدت بكل قال لو عاد بيك الزمن تاني في مسيرتك مع نادي الاهلي تلعب للنادي الاهلي ولا النادي اخر لا نادي الاهلي خلاص صعب اه صعب هالعب بعد النادي الاهلي كل بطولات النادي الاهلي ده حاجة بيلا جدا كمستفى